مجلس الأمن الدولي حصل على تأييد 11 دولة فيما امتنعت أربع دول عن التصويت هي روسيا والصين والجزائر ومزبيق ويطالب القرار الحوثيين بالإفراج فورا عن السفينة غالكسي وطاقمها ويؤكد وجوب احترام ممارسة السفن التجارية والنقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي وحق الدول الأعضاء في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات في الأثناء اعتبرت جماعة الحوثي قرار مجلس الأمن الذي يدعوها لوقف هجماتها في البحر الأحمر بأنه لعبة سياسية مؤكدة استمرار عملياتها وأوضح المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام في رده على القرار أنهم ماضون في استمرار الهجمات ضد السفن الإسرائيلية المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من جهته تهم القيادي الحوثي محمد علي الحوثي واشنطن التي قدمت مشروع القرار باختراق القانون الدولي مؤكدا أن الهجمات التي تنفذها الجماعة تأتي في إطار الدفاع المشروع حد قوله من جهته يعتبر المنضوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلين بنيزيا قرار مجلس الأمن الذي يدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بأنه مسياس وقال أن التصعيد في قطاع غزة هو السبب الرئيسي للوضع الحالي في البحر الأحمر متهما للولايات المتحدة وحلفائها بمحاولة فرض حلول أحدية وأكد أن الأهداف الحقيقية للقرار ليست ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر بل محاولة لإطفاء الشرعية على الإجراءات الحالية للتحالف الذي شكلته الولايات المتحدة وحلفائها بعد وقوعها وتحقيق مباركة مفتوحة لها في مجلس الأمن من جانبها قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس كرينفيلد إن إيران نقلت أنظمة متطورة إلى الحوثيين بينها المسيرات والصواريخ ما مكنهم من استهداف السفن وأكدت في اجتماع المجلس الأمن أن اعتماد قرار يدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر سيجعل إيران تتقيد بالتزاماتها مشيرة إلى أن العمليات الحوثية تهديد سينعكس حتى على إيصال المساعدات إلى الشعب اليمني وأوضحت أن التعديدات الروسية على مشروع القرار قدمت في اللحظات الأخيرة وبسوئينية وتبتعد كل البعد عن الواقع حسب تعبيرها لافتة إلى أنه ستكون هناك عواقب إذا استمرت هجمات الحوثيين في السياق ذاته حذر السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع من عواقب أي تدخل عسكري محتمل في اليمن على خلفية الهجمات التي يشنوا الحوثيون في البحر الأحمر وأشار عمار بن جامع الذي امتنعت بلاده عن التصويت على قرار يدين هجمات الحوثيين بمجلس الأمن أشار إلى أن بلاده لا تؤمن بأي تدخل عسكري في المنطقة وخاصة في اليمن وبيّن أن مثل هذا التدخل قد يقوض الجهود الأممية والمفاوضات الأخيرة بين السعودية والحوثيين التي ولدت قدرا كبيرا من الأمل بشأن احتمال حل الصراع اليمني نهاية الموجاز إلى اللقاء